السلام عليكم الابنات مرحبا بكم نيوم في فيديو جديد من فيديوهات قناتي ان شاء الله يلاقيكم هاد الفيديو انتم بخير وعلى خير يا حبابات قلبي اليوم جبت لكم وصفة اللي تكون ما طلبتوها مني وهي وصفة بتاع سواد الفخيدين هاد الوصفة نقدر نستعملها في خمس مناطق اللي هي عندنا سواد الفخيدين عندنا الكعبين عندنا الكوعين وعندنا الرقبة وعندنا اللي مايوت تعنا خمس مناطق نقدرون نستعملو في هذه الوصفة العنصه الاساسي في هاد الوصفة واللي هو الليمون نستعملو ليمون اوحدا عنا الملح وعندنا الميزينة تعنا وہ اللي عندو ميزينة يستعمل يستعمل مايزينة ولي عندو الملح يستعمل الملح discs الدليجية كيفاش راح نستعملو هاد الوصفة نبدأ على بركة الله راح ندول الليمونة تعنا نديرها داخل الملح وراح نقوم بعملية الفرك على شكل دائرين قومي في المنطقة سواء في الكعبين ولا في الكوعين ولا في أي منطقة ولا حتى في الفخيدين ندير على شكل دوائر وكي خلاص هل الملح تعنا نزيد نعاود ندير نزيد نعاود ندير نفس طريقة نعاود الرد الملح اللي رانا محتاجينو نزيد نديرو وفي نفس الطريقة تانيت بالنسبة للميزينة نديرها هاكدا ولاشتو اصلا كنا احنا عصروها حتشوفو باللي الميزينة كيتشمخ احتولي على شكل كلي ام بوماد رح تولي شكل بوماد هي رح ترطب لنا البشرة وراح تفتح لنا وبالنسبة للملح الملح راهم مقشر مقشر رائع للبشرة يعني الجلد الميت هي رح تنحينا الساوات هي نحينا الساوات بلنا الللغة الليمون الليمون هو مضاد الاكسادة هو الحين ترصبت ورح يبيض المنطقة اللي انا احبين تتبيض ايه اه الاخطاء ولي ما لازمش نديروهم في هاد الوصفه ما راح نديروها وراح نتعرضو اشعة الشمس حنا راح تولي لكم بالعكس يحنا راح تزيد تحل لكم من الطقة ليتعاودت لهالشمس اتنسيون يا البنات كي تديرو هاد المنطقة هي يستحسن ديروها لسواق ديروها تقدروا تباتوا بها واللي ما تحبش تبات بها تديرها على الاقل ساعتين هي اصلا كي تنشف ما راحش تدرك كامل راح تدر عادي كلمة كيدا يروالو تقدروا تباتي بها كي ما قلتلكم تباتي بها تنوضي صباح تغسلي بالماء والصابون عادي ما في حتى مشكل لا تقدرش تخرجي بها للشمس و لا تقدرش تديرها في وجهك تقولي نح ندرها في وجهي لا لا هاد البشرة تاع الوجه تاعنا حساسة بزاف و راح القار ليمون هيحرق المنطقة هادية اتنسيون ما تديروهاش تماما يعني واللحم تاعنا والوجه تاعنا يعني اللحمة تاع الوجه تاعنا وتاع البشرة تاعنا تاع الجسم تاعنا راهي مايش كيف كيف ما تديروهاش في المناطق ديروها غير في المناطق اللي تكرتها لكمانا يا و راهي بزاف يعني ديروها نهار بنهار مدة عشر ايام راح تبال لكم النتيجة رائعة و نتيجة فورية جربتها احد الاخوات كان عاشها قريب طلبت مني وصفة تاع الطبيت وعطتها لها و جابت لها نتيجة و ان شاء الله راح تجيب معاكم تانية نتيجة الفورية باذن الله يا رب العالمين هنا الى كنساواد خفيف راي تروح بكل بساطة راح تروح تمتم لكن الى كنساواد شوية غامق يعني حتى اخد منكم فترة متقلقوش راح تروح لكم باذن الله تبعوا الوصافات لاني نحطهم لكم تبعوا النصائح لاني نحطهم لكم باذن الله راح تلقاوا نتيجة رائعة رائعة جدا ومضمونة طبعا ومجربة طبعا هادو ملحو سوالح لتنحوس نلحق لكم المعلومات تاخه حبيباتي اي حاجة تحبوها ولا تحتاجوها من وصافات حطوا لي فيكم مونتاخ راح ندير كامل جهدي باش نجيبهم لكم سوال في التخصيص ولا في الطبيض ولا اي حاجة حبيتوها اطلبوها مني ان شاء الله راح نقدر نجيبها لكم بسرعة اللي بنات خلاص لعدد تعنا اليوم اللي عجبتها الوصفة ولي عجبتها القناة ديل اشتراك ديلولي لايك هاكيدا باش نتجعنا تاني ونزيد نخدم معاكم بقاوا على خير ان شاء الله نتلقا في فيديو اخر يا رب العالمين اشتركوا في القناة